سلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ازاكم شباب اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير دعمين يا رب دلوقتي انت خلاص جمعت تجمية كمبيوتر الجيمينج اللي بتحلم بيها وحطيت فيها تحوشة العمر وجي الوقت انك تشتري علشان تبتدي تعمل وانت بتلعب او حتى لو عايز تستخدم في استخدامات عادية زي انك تعمل وبصراحة انا كنت في نفس موقفك ده بالزبط ولما فكرت ان انا ادخل اشتري من على موقع زي جمية وامزون ابتديت اكتشف ان الاسعار يعني ايه يا جماعة خير في ايه الفين جنيه في الكاميرا وتلات تلاف جنيه واربعة تلاف جنيه ليه في ايه يا جماعة انا مش هصور بيها افراح انا عايز اعمل بس وعايز الصورة تبقى حلوة وخلاص وبعد شوية تدوير كده وصلت للي معايا النهاردة المشهورة باسم والكاميرا دي سعرها على موقع امزون الف ومتين جنيه وهي بدقة او في علبة شكلها كويس نوعا ما يعني ما تحسش انك شاري حاجة فقيرة او شكلها رخيز واول ما تفتح هتلاقي الكاميرا مع كابل وهتلاقي كمان كتاب الاستخدام ومنديل عشان تمسح بيك كاميرا لو الكاميرا تساخد في اي وقت مع بتاع ريد راجو الكاميرا شكلها كويس مش وحش الخامات بتاعتها كلها من البلاستيك وطبعا اللي حاولين العدسة وحاولين بتاع الكاميرا نفسه بيدلها شكل شيك هتلاقي فتحتين يمين وشمال العدسة دول بتوع المايكروفون عشان الكاميرا دي فمش هيبقى عندك اي مشكلة خالص في انك تزبط الزاوية بتاعتك وكمان هتلاقي نفسه بيفتح لحد مية وتمانين درجة علشان يدي لك امكانية انك تحط الكاميرا دي على اي شاشة او تزبطها في اي وضع بدون ما يبقى عندك اي مشكلة. بالاضافة لكده كمان هتلاقي في فتحة صغيرة في من تحت علشان لو انت عايز تحط الكاميرا دي على مش عايز تحطها على الشاشة فتقدر انك تعلق الكاميرا بكل سهولة على اي عندك. ودي دلوقتي تعالى نعمل تجربة على جودة صورة الكاميرا دي وجودة الصوت بتاع الميكريفون علشان نعرف هل تستاه فعلا الفلوس اللي دفعت فيها ولا الحكاية بس الاول يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لست مشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما تفوتكش اي فيديوهات جديدة. اهلا بكم مرة تانية دلوقتي انا وصلت الويب كام والويب كام دي يعني بمجرد انك هتوصل كابل هتلاقي الكاميرا شغالة معك على طول يعني بتقرها بشكل مباشر مش هتحتاج منك اي مجهود في تشغيلها. وبمجرد انك هتوصلها هتلاقي فيه لامبة حمرة نوارت واللمبة الحمرة دي معناها ان الكاميرا متوصلة باليو اس بي. واول ما تفتح الكاميرا هتلاقي فيه لامبة خاضرة نوارت وده معناها ان الكاميرا شغالة. طبعا انا في حاجة ما عجبتنيش هنا ان اللامبة الحمرة بتفضل منوارة على طول بعد كده حتى لو الكاميرا مقفولة. فيعني حس ان هي ممكن تكون بتشت التركيز الواحد شوية بس يعني تمام ما فيش مشكلة يعني مش هتضايق جاوي. وطبعا دلوقتي هنفتح الكاميرا اللي موجودة على الويندوز ولو دخلنا على الاعدات عشان نشوف بس الموصفات تاعت الكاميرا مزبوطة ولا لا. فهتلاقي ان بتاعت انك تصور سوار فوتو عادية مش مش سوار فيديو هتلاقيها وستاشر لتسعة الف تسعمية وعشرين في الف تمانين. اما بالنسبة للفيديو فهتلاقيها الف تمانين في تلاتين برين بر ساكند ستاشر لتسعة ودلوقتي انا فتح متاع وهفرجك كزا سناريو كده لجودة الصورة بتاعت الكاميرا دي على حسب الاضاءة اللي موجودة حواليك في المكان. لان انا دلوقتي منور كل النور بتاع القوضة ومنور عندي لمبة هنا في اليمين وعندي لمبة في الشمال. فعندي اكتر من مصدر نور. هتلاحز ان الصورة كويسة شكل واضح نوع عمال مش وحشة. ولكن كتير او هتلاقي ان فيه نقط وحبوب كتير في الصورة على الرغم من ان فيه كمية اضاءة كبيرة حواليا فمش عارف ليه بصراحة في كمية دي في الصورة. ودلوقتي هجرب لك ان انا اقفل النور بتاع القوضة واسيب بس النور اللي موجود على اليمين وعلى الشمال عشان برضو تشوف بتاع الكواريتي بتاع الصورة عامل ازاي. طيب دلوقتي انا قفلت النور بتاع السقف والنور اللي والنور اللي وراية. ومزلت برضو الصورة كويسة شكل واضح فيها لكن هتفضل المشكلة بتاعة موجودة زي ما هي. وبالمناسبة انا وردو انا بجرب لك الموضوع بتاع جودة الصورة ده وقت هتلاقيني قفلت وفتحت الصوت بتاع الميكريفون عشان برضو تعرف الفرق ما بين الصوت بتاع الميكريفون اللي احترافي والصوت بتاع الكاميرا عشان تبقى برضو خط فكرة عن الصوت بتاع الكاميرا عامل ازاي. وخليني دلوقتي اجرب بقفل لك النور اللي على الشمال عشان لو انت عندك برضو مصدر نور واحد زي مسلا لو انت عندك موصله او يعني عندك واحد بس هو اللي منور وشك فده هيكون شكل الكاميرا او يعني ده هيكون جودة الصورة بتاعت الكاميرا لو انت عندك مصدر نور واحد فتلاقي برضو ان الصورة بتاعتك شكلة واضح نوعا ما ولكن بقى كل ما النور بيقل هتلاقي او النيز ابتدى يزيد في الصورة شوية. ودلوقتي لو نافلت النور ده برضو كمان. فهتلاقي هيكون مستوى جودة الصورة بتاعت الكاميرا على النور بتاع الشاشة بس يعني ده نور الكمبيوتر قدامي بس. فهتلاقي برضو ان الصورة يعني شكل لسه مزال باين ومفيش اي مشكلة. ولكن طبعا هتفضل برضو نفس المشكلة بتاعت الجرينز ولكن هنا الجرينز يعني بتعتبر مقبولة نوعا ما او يعني مش واضح قوي لان انت المكان مضلم حواليك. خلينا رجع النور تاني بس واقول لك هنا على معلومة مهمة ان انت يعني لو انت فتح الكاميرا على في الحالة دي اقول لك ان موضوع ممكن يبقى مشكلة بالنسبة لك. ولكن لو انت بتعمل ومخلي الكاميرا صغيرة كده مسلا. سواء حطيتها بقى هنا حطيتها هنا يعني ايه. لو انت مسغر كده فمش هيبقى عندك مشكلة مع موضوع ده لانه مش هيبقى واضح قوي او موضوع ده مش هيبقى واضح قوي. ولكن لو انت بخلي الكاميرا في الحالة دي هتبقى دي الحالة الوحيدة اللي هتفرق معاك وهتلاقي ان النويز ده ممكن تبع حاجة بتضايقك فعلا. فرأيي في الويب كام دي بصراحة ان اداءها كويس وجودة صورتها مقبولة جدا بالمقارنة لسعرها مش هادر اقول لك ان هي احسن حاجة في جودة صورة عموما ولكن في تقييمية ممكن ادي لها سبع من عشرة في جودة الصورة ولكن بالنسبة لجودة الصوت فاعتقد ان انت لو عندك مايكروفون احترافي فبالتأكيد هيكون الصوت بتاعه احسن او لو انت عندك مسلا هدفون وفيها مايك كويس فاعتقد برضو ان الصوت بتاعه هيكون احسن ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي تظهر قدامك وفي النهاية يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير ونتقبل في فيديو جديد ان شاء الله سلام